السلام عليكم ورحمة الله درجاته و ازايك يا بنات عمليني احبالكم اليوم نشارعين ورقة عناب للتخزين يقومون معك من السنة ل السنة اولا ورقة عناب بناتي يكون طريف السواء باسم الله شوف يطر ازاي هجب لك ورقة هاي كبيرة شوف يطر ازاي ما تسمعي صوته وانت ايه بتتكي عليه كده طريق خالص وتطلع الورقة معك زي ما هي بسم الله ما شاء الله طب هو بدأ يغمقل بصي هتشوف الورقة دي والورقة دي الورقة ديت اولا طول ما الشمس بدأت الشمس بدأت تحمى هتلاقي الورق بدأ ينشف معك بالطريقة دي وحط الورقة النشفة ايه اهي فيه طبعا اسعار مختلفة الورق العنب بيبقى حسب ايه جودة الورقة نفسها كل ما الجوي يبدأ ينحر معك كل ما ورق العنب مهما كانت جودته حلوة بينشف على طول واو لما العنب يبدأ يظهر طبعا ورق العنب بيشيه فانت بيبقى قدامك لسه ايه شوية حلوين تجيبه طبعا لو انت مثلا جبت كمية زي دي دول من جبين مبارك ماشي تحطوهم فوق ماشا وتغطيهم لانهم بينشفهم عاك ما تسيبهمش في كيس بلاستيك لان هيبدأ يسخن عليك او سخن عليهم ينسحهم بقى اللاس عندي خلاص فانا نسبتهم في الكيس البلاستيك شوية وجو حر سخن عليك فروحت بقى فضتهم كده فرشتهم كده وخلطتهم فوق ماشا عشان ايه يعملوا معاك بالطرقة دي ده احنا هنعمل الطريقة النهدة طريقة التخزين ايه بدي الفريزة يعني فيه ناس بتحط في برطمانات برا على الرخامة فيه ناس بتحطوا في ملح لمون فيه ناس بتحطوا في مياه مغلية فيه ناس بتحطوا ورق بس لكن انا هعمل ايه بطريقة الفريزة وهنشوفها مع بعض دلوقتي احنا بنعملها بيطلع جميل خالص بسم الرحمن الرحيم ويبقى طاري وتلني زي ما هو بنقطع العنق بتاعه كده اهو بالمقص او لما تلاقي العنب بدأ يظهر في السوق اعرف ان ورق العنب هيبتدي واحدة واحدة ينشف ويبقى مش حلو طبعا او لما ظهر كانت التدويرة بتاعته بصيز وغنونة ليه بقاه؟ لان الورق كان لسه جديد كان لسه صغير كان لسه جديد كان الفرع ما ملاش لكن دلوقتي الفروعة ملت ما شاء الله فتلاقي الورق بدأ يكبر معك بالطريقة دي ونحاول ان شاء الله نجيب مكنة ورق العنب او ريكو بتستخدموها ازاي؟ فيها يعني ايه حلوة جميلة ويستخدموها في المصانع الفرق العنب اللي طالع تريند دلوقتي ده ما بيعدش اللفه على اداة وهو ريكو تستخدميها ازاي؟ بتبقى بسرعة للناس اللي بتتعقد ايه من لاف فرق العنب بياخد وقت فعلا كتير انا بدور عليها مش متوفرة صراحة بس احاول اجيبها ان شاء الله خلال الاسبوع ده ونعمل عليها فيديو كده ان شاء الله ما بياخدش وقت طول ما انت قاعدة تسلف شوية كده طب انت قمت عملت حققية هتغطيهم بالقمشة تاني وما تسيبهوش مكشور ورا العنب دم ما بياخده في الفريزر بياخده في الاستريش لعشان ما ياخدش مكان ويستحمي بتدوريه كده وتلفيه معي الاستريتش ويبريكي شوية حلوانا ما نعمل فما ياخدش معاك مكان تقدر تحط في علبة التلاجة مثلا فوق بعضبر طمان ايه صفحة سمنة اي حاجة كده تغلي في بها وتحط فيه ترصي فيها الاستريتش وبعد ما اطلعي انا بسلق انا الاول ما كنتش بسلق كنت بعمله هو اخدر كده بعد ما اطلعه من الفريزر بس كان بياخد وقت كبير جدا جدا في العسي وعالنار فانا بقيت احفظه في الفريزر كده وبعدين احطه في مية مغلية عليها لامون وزيت حتى اللامون مش لازم يعني وما بيقوله عشان اللون وكده لكن مش فرقة كتير يعني وما انت طبعا لو عملتك دلوقت هتلاقي فيه خضار غير المطلع من الفريزر بيتبقى نسبة الخضار اختلفت مهما انت بقى عصرت لامون ولا ما عصرتش ما بيبقى زي بعضه يعني بس نتيجة الطعم بتيبقى جميلة طبعا مدام ورقة العنم بتاعتك حلو شوفوا الورقة معينها جبيرة الا انها بسم الله الرحمن الرحيم تراية خالصة ولونها جميل زي ما انت شايفة وممكن بدل ما ترسوا واحدة بواحدة ممكن يبقى عجنبك حلة مثلا تروح يمقطع ده بسرعة كده اهو كده اهو كده مثلا تحطوهم جنب بعض في حلة مثلا او في صنية وتخلصي وبعد انت بقى تروسيهم بعد كده في واحدة كان بتقولي قبل كده اه اهو انا لازم اعمل الوحدة يعني انا لو واحدة بستهلك نص كيلو لازم اوضل نص كيلو لا مش لازم انا باعمل على قد ما انا بقى عرف الف واسويه وحتى بعد ما اسلقه بروح لفاه تاني وحطه في الفريزر عادي خالص بعد ما طلحته وسلقته برجعه الفريزر ما بيقولش لا اي عادي ما فيش اي مشكلة خالص ما بيحصلوش اي حاجة فانت يعني مش مجبرة انك تعودي اه توزيني كل شوية تحطيهم عشان يقولي لك اللي يطلع ما ينفعش يطلع لأ انا جربت والله نوع بيدخل تاني عادي خالصة اه اه ولي عندها اي سؤال تكتبلينا في التعليقات تحت هنا انا كنت النهاردة في السوق ورق العنب بيختلف عندك وفيه بخمسة وعشرين وفيه بثلاثين وفيه باربعين وفيه بخمسين وفيه بستين طب ايه الاختلافات الكبيرة دي حسب نوع الورقة الورقة كلما كانت اه الخضار الجميل ده لون القلب الخاصية دي كلما كانت غلي كلما الورقة كله كان كده ما كانش مخلط لكن لما تلاقي فيها ورقة مخلطة وطرية برضو بس غمقه دي تبقى بداية العنقود او انت شايف الفرق اهو دي بداية العنقود ودي اخر العنقود يعني كأنها الورقة الكبيرة في العمر وتحتها الزغيرة لان العنقود ما بيكملش كله مع بعض بتلاقي فيه ورقة كبيرة خالص وطبعا ورقة العنب بتختلف على نوع العنب يعني فيه نوع احمر نوع عنب بناتي نوع مش عارفة كل لون عنب اللي هو ورقة مختلفة فنحن نجيب البناتي انضف حاجة وم جميل بسم الله الرحمن الرحيم مشاء الله انا بعمله بالمقص امي قاعدة جنبي بتعمله بالأيدي اوه انا بمقص اسهل بدل ما اضافرك دجاه نشوف يا بنات احنا عملنا ايه تبصوا باكتة احنا طبعا نصورنا ورقة العنب اوه لما جبناه وكنتوا شكل العنب ازاي طبعا لو انت عاملة كمية زي الكمية اللي عندي او حتى كالو بس انت لوحدك لازم تغطي ورق العنق كده بالقماشة على طول عشان بينشف على طوله خاصة لو احنا في الصيف في مروح حاجة زاكرة طيب احنا عملنا شوفي دول بسم الرحمن الرحيم يعني وزنه كبير ما شاء الله ده نحط مثلا في ايه لقى اه لو عندك صفيحة عندك حاجة بلاستيك اي حاجة بترسهم جنبه بعض او تحطهم في الفريزر من تحت وتحطي عليهم كارتونة مثلا بحيث ان ما فيش حاجة تخبط فيه طب نحن نشوف احنا عملنا الشكل الجميل ده ازاي او لي مثلا حاجة زاكدة تبقى مثلا كالو ايا كان بقى اللي انت عايزايا يعني انا ما بقى يعني ايه مش ملتزمة بالوزن بتاعنا طب يلا نشوف احنا الشكل ده عملنا ازاي ده بنحط في الفريزر كده بالطريقة ديت اما تيجي تستخدميه بيبقى امتلك بتبقى مغلية مية معها زيت ولمون ممكن تسبيه يفك معك سنة عشان ما يتقصرش لانا لو اتقصرت منك هبوز وبحطها في المياه تنسلق دقتين تلاتة تطلعيها تروح يحطها ومغطيها برضا ودي بدأت تشتغل فيه خلاص يلا بقى ايه نشوف دور طبعا عايزة اوريكي حاجة بقى بلي ما ننس كده احنا بنتكلم عنقود العنب عشان افاهيمك النقطة ديت بص يا ستة الكل ايه 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 نلف ايه 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 يساعدك انك تفضي الهواء منه ويساعدك انك ماذا تاخد مكان كمان ايه تشوفي جدا ايه طبعا الي سألوا احنا نخسله قبل ان نضعه لا لا تغسله بعد ما يفك معك صغير اضعه في الماء المغلية اضع طرابه اضعه تحت الحنفية لكن لو انت غسلته يجب ان تفرده وتفرده لان لو تناه مبلول وعمل تلج عليه اضعه وطبعا اضعه حول الجبيه جديد ليس بثهر ولى مقبخ حلما تفرده اضعه داخلها اضعه ما تستخدمه اضعه يجب ان تقفل جوانب يجب ان تقفل جوانب يجب ان تضغطي جوانب جوانب تقفل جوانب لكي تكون ضعيف فقط إذا قمت بها في الفريزر 3-4 سنين إذا قمت بها الكمية كلها و سلقتها و عملتها و تبقى منها و ترجعها الفريزر عادي خالص لا تضع طبقة فوق بعضها الطبقة فوق بعضها تجمد كل طبقة و تكسر بسهولة جدا لكن هذا يبقى حلو يبقى مقفل حلوة تقفل حلوة تجمد كل حلوة و لو حتى دبن لم يكن بالطبقة فوق الستريتش حطي نصف و ربع و اثنين كالو كم أنت عايزها و دماغك و سلقته مع بعض نعمل الحشوة نشوف العيوب وينفع نصلاح عيوبها بسم الله الرحمن نعمل مرة نعمل عبارات من المرة نعمل 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 تضغطي عليه كده وتلف كأنك اصلا بتلف محش بتحاولي الاطراف دي تخلي بالك من الاطراف دي تبقى مفرودة معاك الاطراف دي الاطراف دي بتقفيل الطرف كده عشان ما تسمحيش ان هوى يدخل فده يشقق من الجو وحتى لو مثلا الكهربا بتقطع عندك ولا حاجة فالحاجة بتبناها محتفظة بالبرودة بتاعتها فترة حلوة فمش هيتقذى برضو بسن راح مرحين بعد ما قفلنا بقى كده ها تروحي جايبة ده برضو نقفل دي كده هنا ها بسن راح مرحين تضغطي على الطلاع الهواء اللي في قاس كده تضغطي على الطلاع الهواء اللي في قاس كده هنقفل هنقفل الحاجة اللي طلع منك بقت تقفليها حتى تقفلي كده لو مثلا دي طلع كده هتقفلي كده انت بتقفلي يعنيك يشايف بقى الحتة اللي طلعه والحتة اللي مش مزبوطة نقفل تفرق كمية كبيرة بس في الستريتش بقى نتيجة تتعاملي شوفي لا تعمليش مساحات او مسافات كبيرة لانه هو هبه يكالكع في بعضه لانه هو وظيفته انه يلزق على طوب يعني يجي على بعضه لانك مش هتعرفي تفرق لانك مش هتعرفي تفريدي لو هو كالكع معك اه لسه شوفي احنا عملنا قدي بقى بقى بصي بسم الله الرحمن الرحيم شوفي كده اه 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 شايف هدول تركينهم في اي حتة في الفريزر عندي جميل جدا اتساس اكتبنا في التعليقات تحت نعمل مكانة ورق العنب مع بعض ونشغلها مع بعض ونزبطها مع بعض ونساعدك سلام عليكم شكرا شكرا